أنت اليوم هيبانور هل تقبلين أن تتزوجين رجل أكبر منك بالعمر شرط أكبر منك بكتير بعشرين ثلاثين سنة شرط أن يكون غني ويصرف عليك؟ لا لأنه أنا بحب الحياة ليه؟ شو خاصة هذا بعيدا؟ أنا بحب أم بسط يعني أنا بحب كون مع شاب من عمري أكبر مني بكم سنة المصاري بتروح وبتجي كلنا المصاري ما يعني بالنهاية السعادة كلنا منبحث على المصاري أكيد وهدفنا أنه نكون أنا هدفي أن يكون مشتقلة ماديا ومرتاحة وماني محتاجة حدا أكيد بس مو أني ضحي بحالي يعني لأنه تعتبر إما أنت تتزوج رجل أكبر منها بكتير عشرين ثلاثين سنة عم تضحي بحالة عم تضحي بحالة وأصلاً هي ما أرتكلم لا ما ممكن؟ يعني حتعتبره مثل أبوه شوغر دادي شوغر شو بيصرفه؟ شوغر دادي يعني حتعتبره مثل أبوه أنه بيصرفه علي وكذا بس أكيد ما في مشاعر يعني طب أنت أصغر منك بعشر سنين تتجوزي؟ يعني عمره تسعة أنت إذا عمرك تضحي بحالة عمرها تضحي بحالة إذا أصغر منك بعشر سنين لا ما بتتجوزي؟ لا أصلاً بتتجوزي؟ أصلاً بتجوزي بحالة أصلاً بتجوزي بحالة يعني مو ولد المرأة دايمان أصلاً هي بتنضج قبل الرجال يعني أنا اليوم عمري ثلاثين وكون مع شاب عمره ثلاثين أنا حكون ناطجة أكتر منه فتخيل عشر سنين يلا بربي على إيدي بربي على إيدي